السلام عليكم ورحمة الله موقع ال-NDLTD أو Network Digital Library of Thesis and Dissertations ده موقع بيوفر رسائل الماجستير والدكتوراه على مستوى العالم بشكل مجاني تقريبا وبطريقة شرعية بيعتمد بالأساس على التعاون بين الجامعات المختلفة يعني كل جامعة بتعمل collaboration مساهمة أو attribution يعني مثلا هنا بيجيب إحصائي أسماء الجامعات المشاركة في المشروع ده تمام وكل جامعة والإسهام بتاعها يعني مثلا Australian Digital Thesis Program ال-Collection Size بتاعه وفر 238 رسالة وهكذا بتدخل على الويب سايت وتكتب كلمة البحث هنا وممكن تعمل Advanced Search بحيث تقيد نتائج البحث هو بيوفر لك حوالي 5 مليون رسالة ماجستير والدكتوراه هتلاقي في الغالب الحاجة اللي انت بتدور عليها هعمل Search على موضوع طبي مثلا جاب لي حوالي 2000 نتيجة بحث في جزء صغير من الثانية هنزل أي رسالة أنا عايزها بضغط عليها Open New Tab بيحمل هالي بيكتب لـ Description هي عبارة عن A وبيديني رابط التحميل بس هي كانت Provided في لغة غير الإنجليزية فكان أنا مفروض أختار لغة أختار أقال يعني أعمل Selection لـ English Language وبعد كده أعمل Search تاني أو Apply Filter كده أعمل من الغابة عن اللغة الإنجليزية وإن كان هو أفر منها نسختين لكن دعنا نسخة الإنجليزية مثلا لو مثلا الموضوع ده هنا الطبك مكتوب بالانجليش لانجوي وهنا الانجوي نتفتح صفحة التحميل لجمعة اللي هي اسهمت بالرسالة بعد ما حملنا الرسالة الرسالة عندنا بالشابتز بتاعتها حوالي 108 صفحة عندك الانترودكشن هتشوف كتب الانترودكشن ازاي عمل الميثودولوج ازاي كتب الريزولتز بتاعته ازاي عمل الديسكاشل للنتائج بتاعته ازاي يعني هتبقى تجربة مفيدة في بداية الماجستير او الدكتوراه يعني يونصح في البداية ان الواحد يشوف الموضوع البحث بتاعه ويحاول ينزل اربعة خمسة ديسورتيشن سابقة ويشوف الناس بتكتب ازاي عشان يكون اطار عام حيمشى عليه بعد كده في رسالته الميثودولوجي الاختبارات اللي هتتعمل الاختبارات الاحصائية شكلها ازاي الميثودش بتتكتب ازاي ان شاء الله تكون تجربة مفيدة